مصر الغنية بأثارها لسه عندها كتير قوي وزي ما شفنا عظمة الحضارة المصرية الأديمة واليونانية والقبطية في كتير من المواقع الأثرية لسه هنشوف كمان أكتر من 12 موقع أثري على مصار سياحي جديد وهو في منطقة الضرب الأحمر المصار ده تم افتتاحه مبارح ويوفر تجربة سياحية وثقة فاية مميزة جدا في منطقة الضرب الأحمر وبيشمل حوالي 12 مبنى أثري على امتداد 2 كيلو متخين نارف تفاصيل أكتر من أستاذ محمد خليل مفتش أثار بوزارة السياحة والأثار سباعة خير يا حدي كيف أن ننوارنا في سباعة خير يا مصر سباعة خير يا أهلا بيك فأهلا سباعة حديث طيب لو تكلمنا أكتر عن منطقة الضرب الأحمر قبل أن نتكلم عن هذا المصار بتفاصيله تكلمنا أكتر عن منطقة الضرب الأحمر وإيه يعني ما تريش أن فيه ناس كتير ممكن تكون عارفة أو عندها فكرة عن تاريخ الضرب الأحمر والأثار الموجودة فيها منطقة الضرب الأحمر واحدة من أهم المناطق الأثارية الموجودة اللي بتوازي في جمالها وفي تأثيرها ويعتبر كمدحة مفتوحة زي شارع المعز بالزبط عندنا أثار كتير جدا متنوعة عندنا أثار مدنية دينية حربية الضرب الأحمر تسمى بالاسم ده ناس كتير اللي عامة اللي احنا عارفينه وإنه عشان مدبحة الممليك ومحمد علي قتل ممليك في القلعة والدم السائل والكلام ده كله لكن هو طبعا شيء خاطئ جدا لإنه بما حاجة بسيطة جدا أن الدرب الأحمر شارع الدرب الأحمر نفسه هو مش على محور باب العزب اللي حصل في المدبحة فالدرب الأحمر تسمى بالاسم ده نتيجة أن المباني اللي كانت موجودة فيه كانت مقطوعة الحجارة بتاعتها من الجبل الأحمر فالمباني نفسها الحجارة كانت باللون الأحمر فعشان كانت تسمى الدرب الأحمر المنطقة الدرب الأحمر فيها أكتر من شارع ومن أشهر شورعة شارع باب الوزير وشارع سوق السلاح منطقة فعلا بتعجب الأسرار الإسلامية مدحف مفتوح للأسرار الإسلامية زي ما قلنا هي فيها أكتر من تنوع في العمارة سواء كانت حربية مدنية عسكرية خيرية مدنية الشارع اللي احنا هنتكلم عنه إن شاء الله النهاردة وفي المصار بتاعنا هو شارع باب الوزير المنطقة ديت زي ما قلنا فيها تنوع في الأسرار الإسلامية وزارة الأسار حبت أنها تتروج للمصار ده عشان يكون مشابه لمصار الشارع المعز وهو امتداد لشارع المعز في السياحي طيب الشارع ده بيحتوي على إيه بالضبط؟ عندنا 12 أثر وقلت أن المنطقة ديسه فيها حاجات تانية كتير المنطقة فيها أكتر من 65 أثر الموجود في المصار دلوقتي وعلى شارع باب الوزير فيها 12 أثر مترممين لسه ترميم حديث جاهزين للزيارة وبنظرهم بأننا دلوقتي دخلنا في كام شهر مع مؤسسة الأغغان وإشراف وزارة السياح والأسار الأسار بتاعتنا بتبدأ من حديقة الأزهر ونشوفه ونتفرج على الصور الشارعي لمدينة القاهرة الصور اللي حصل عليه تاكده كتير جدا من أيام جوهر السقل في بناء المدينة من 1050 سنة فاتت بعدين بدر دين الجمالي وبعدين الصور الأخيرة اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي هو الصور الأيوب بتاع صلاح الدين الأيوب بنمشي ونجمل الجولة بتاعتنا لواحدة من أجمل القباب اللي احنا بنشوفها اللي هي أوبة طراباي الشريفي شيء من الفخامة وروعة اللي فعلاً بتمثل عصر المماليك واحد من ضمن سلاطينة أمراءنا اللي اهتم بالمنطقة ديت وعمل أوبة مدفن لي عشان يكون فيها وتسمى بالشريفي لأن الراجل ده طراباي كان من ضمن عليك السلطان قيلباي وصل وتدرك في المناصب لحد ما وصلنا ده دبعاً ده جامعة الأزرق وده لسه سبيل مفتوح مبارحة وده ده مدفن موجود في الجامعة الأزرق للأقصنكر أقصنكر ده من ضمن برضو موليك السلطان ناصر محمد بن ألوون وفضل التدرك في السلطان حد ما وصل لمكانة كبيرة جداً وتجوز كمان بنت السلطان اللي قدامنا ديها التراباي الشريفي اللي احنا نشوف في المصار بتاعنا اللي قببة بتاع التراباي الشريفي واحدة من أجمل القبيب زي ما قلنا دكتور مصح كل أثر ليه حكاية له حكاية ولو قصة المنطقة كانت قبل ما يتحط عليها الأثار بتاعنا ومعظم الأثار كانت من أمراء الناصر محمد بن ألوون اللي بدأوا البناء فيها كانت في الأساس مقابر خارج باب زويلة وبعد كده الناصر محمد بأمراء وبدأوا أنهم يوسعوا في المدينة ويبنوا المشاهدة القصة طيب المصار يفندم برداشة نوضح لسادة المشاهدين المصار نقطة البداية ونقطة النهاية ومعيد الزيارة بتكون عاملة ازاي فيه تذاكر ولو فيه تذاكر أسعارها ايه؟ المصار بتاعنا بيبدأ من داخل حديقة الأزهر بنشوف البدايته من الصورة الأيوبي وبعدين تراباي الشريفي وبعدين مجموعة خير بيه وبعد كده بنتفرج على مدرسة أم سلطان شعبان بنتفرج على الجامع الأزرق واحد من أجمل الجامع الموجودة هناك بنكمل زيارتنا وبنمشي في مصارنا للجامع التنبغة المرداني وفي مراحل الترمية ودلوقتي النهاية بنكمل لباب زويلة والباب الجنوب للمدينة الكهرباب زويلة والذي كان عليه تمنضاي وحكاية وقسطه هنا بنتفرج بنشوف الجامع الأزرق وهنا جامع السبيل بدلنا أسبيلها الجامع الأزرق داني بنكمل زيارتنا كمان لزاوية فرج بن برقوق والأصبة أصبة ردوان وده من المنشآت التجارية اللي موجودة في نفس الجولة طيب ده عظيم جدا التذاكر بتاعتنا هي موجود طبعا في مجموعة خير بيه تذكارة 120 جنيه أدمابي 60 جنيه للطالب الأجنابي 20 جنيه للطالب المصري 20 جنيه للطالب المصري و10 جنيه للطالب المصري للطالب فيه تخفضات كمان بالنسبة ل طبعا عشان ترويج السياحة طيب هذه المباني زي ما قلنا كل مبنى له قصة وله حكاية إزاي الزوار وهم ماشيين هيعرفوا قصة هذا المبنى هل هيكون فيه مرشدين إزاي هنتعامل في النقطة دي؟ الجولة لو بدأت من حديقة الأزهر مؤسسة الأبخان هناك موفرة مرشدين بتلف بتزور الأماكن دي كلها وبتشرح للناس المردين الناس اللي عايزين يتفرجوا على أثارنا كمان في كل أثر عندنا في مجموعة من المفاتشين أثار المتخصين في الأثار الإسلامية بيشرح كل للمجموعات اللي داخلها وموجود ومجاني متاح موجودة في مصار الزيارة طيب لو حديك برضو تقول لنا يا فندم الخدمات المقدمة لزوار في يعني خلال المصار الزيارة أو على المصار الزيارة في إيه الخدمات الموجودة؟ مؤسسة الأبخان لما دخلت عشان ترمم الأثار دي وتحطها على مصار زيارة عملت طبعا وتورت في الخدمات الموجودة من ضمنها وجود حمات وجود مقاعد لكبر السن عندنا كمان رمبات علشان لو في زول احتجال الخاصة وزول إمام يقدر أن يخش ويزور الأثار دي كمان بسهولة عملوا كمان العربية الكهرباء أنها تأخذها من حديثة الأزهر راكب العربية بتنزل عنده كل أثر بتفرج عليه وتسمع القصة بتاعته وترجع تركها العربية وتزور المنظر بعده ومن هنا بيخف كتير قوي على كبار السن والناس اللي بتزور المنظر صحيح ذكرت مؤسسة الأغة خان عايزين نعرف عنها أكتر دورها في عملية الترميم دورها في عملية التسويق والترويج كمان من 13 سنة تقريبا مؤسسة الأغة خان موجودة هنا في مصر بترمم الأثار الإسلامية وخاصة هم تهتموا بمنطقة الدرب الأحمر زي ما قولنا أن هم رمموا أكتر من 13 أثر ده بإشراف من المجلس الأغة للأثار ووزارة السياحة والأثار ترميم الأثار دي بيعيد تجديدها من تاني بيعيد فتحها للزيارة بيحطها على مصارة الخارطة السياحية دلوقتي كمان وزارة السياحة والأثار وهي تنشير السياحة ومعها مؤسسة الأغة خان بيعملوا ترويج للسياحة المصرية هنا في مصر والمصار ده بيعملوا في برصة برلين للسياحة عزيم عشان عايزين يحطوه على خريطة السياحة العالمية مش بس في مصر لا كمان برا مؤسسة الأغة خان كمان بتعمل حاج جميل أو إن بتدرب مفاتشين الأثارة على المصار ده كمان بتدرب الأهالي على الصناعات والحرف الإدوية على التعامل مع السياح كمان كمان المؤسسة بتعمل تدريب للأهالي بتاع المنطقة زي ما حاجتوا بتعمل مع السياحة وتنشيط كمان لصناعاتهم اللي بدأت إنها تندسر صناعاتها ده كتير بدأت تندسر فالمؤسسة بتساعد الناس إن هم يفتحوا تاني الورش بتاعتهم عشان خدمة السياحة وخدمة أنفسهم طيب ده بقى يعني ده يعتقد ده شق من السؤال اللي كنت هسأله حضرتك دلوقتي إزاي فكرة تطوير المناطق التاريخية وإحنا عندنا فيها كتير عندنا منها كتير جدا في القاهرة الحية إزاي هذا التطوير يعني عكس على سكان المناطق دير وننتكلم بما نحن نتكلم تحديدا على الدرب الأحمر دلوقتي بداية التطوير خالص كان بداية نموذج عندنا اتعمل في منطقة الدرب الأصفر في شارع المعاز كان نموذج لتطوير المنطقة فعلا رفع كفاءة المناطق الأسرية اللي كانت موجودة كل المحلات اللي كانت موجودة دي كلها ترفعت الكفاءة بتاعتها كمان الأهالي تم تدريبهم على صناعات اليدوية ده كان في منطقة الدرب الأصفر بعد كده النموذج الصغار ده اتحول نموذج أكبر في شارع المعاز وتحولت معظم الورش والمحلات اللي كانت موجودة بتهدد أثارنا لورش ومحلات عشان تخدم السياحة نفسها والأثار النموذج الثاني اللي احنا شغلين علي دلوقتي اللي هو مسارة الدرب الأحمر بدأ ان فعلا المؤسس الأخيان بتدرب الأهالي على نفس النموذج ده علشان يقدروا ان هو يفدهم سيحيا الاشغالات اللي كانت موجودة الحاجات العدد اللي كانت موجودة التقيلة اللي كانت بتدريب الأثار ده كله خرج بر المنطقة بدأ الناس تبصة من السياحة ان فيه سايح بقى يجي لحد عندها يطلب المشغلات اليدوية للحاجات الصناعية اللي مش موجودة في العالم كله غير عندنا زي منطقة الخيمية ديت متخصصة في الصناعات صحيح حاجة عالمية مش موجودة في العالم كله ان فيه منطقة كاملة متخصصة في الصناعة واحدة بسي عندنا في المعيزة طبعا منطقة الحسين منطقة السولمون كلها مناطق متخصصة في الصناعات بتاعتها احنا بقى بنركز على كل هذه الصناعات اللي بتناسب الهوية بتاعت المنطقة وفيه حاجات تانية بتستعبعت زي ما حتاك ذكرت اللي هي مثلا ممكن ناس فتحت ورش لفترة من الفترات في المكان ده فدي ممكن نوفر لها أماكن تانية برا لكن بندعم الصناعات بندعم الحرف اليدوية اللي كانوا أهل المنطقة متخصصين بيها وفي نفس الوقت كانت تناسب هوية هذه المنطقة ده تعمل وزارة الأثار أساسي انه هو يخرج كل الورش والصناعات المديرة بالأثار يخرج برا للمنطقة عشان ما تضرش بالأثار دلوقتي بنرفع كفاءة بنعيد الصيحة مرة تانية والسناعات دي ما شاء الله الصيحة راجعة بسكة الكبيرة جدا في مصر الوجود مصار جديد زي مصار الضرب الأحمر مع شرع المعز ده جديد بيضيف لأثار الإسلامية بيضيف كمان للمصارات الصيحية والشركات الصيحة الشركات الصيحة اللي ما كانت هنا في مصر كانت قبل الفترة ما كانوش يبصوا لأثار الإسلامية غير بس الألع أنا هزور الهرم المتحف الأثار المصرية أكتر والألعا هاخدها على الهامش لكن دلوقتي بقى شارع المعز عندنا بينافس كمان بقى يوم كامل في شارع المعز ومعها كمان ممكن ياخد ضرب الأحمر بينافس الألعا مع الضرب الأحمر كمان فعندنا أكتر من مصار بالفتح وده كله خدمة للسيحة المصرية طبعا شكرا لضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل ونفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها أستاذ محمد من شوية تأهيل الأهالي عشان يتعاملوا مع الأجانب دي نقطة مهمة جدا فيه سؤال برضو كتابي أسأله حضرتك إحنا كنا بنعدي دايما من المنطقة دي ويعني أنا آسف كنا بنشوف كمامة دايما جنب الأماكن الأثرية والتاريخية اللي ما ينفعش تكون بهذا الشكل إمتى فكرنا وحطينا عنين على هذه المنطقة المنطقة دي في الأساس هي منطقة جبانات منطقة مدافن من قدم العصور من عصر دول فاطمية كان خارج باب زويلا اهتم بيها المماليك بعد كده وبدأوا أن هم يزيلوا المدافن دي ويعملوا منشآت خاصة بيهم وكان تنبغى المرداني كان أول حد يعمل جامع ضخم دي وهو طبعا كان جوز بنت ناصر محمد بن ألوان وعشان كده بقول المنطقة دي هي معظم الأمرة اللي كانوا موجودين فيها كانوا تابعين للناصر محمد بن ألوان أكس ونكر كان نفس الشكل برضو كان جوز بنت ناصر محمد بن ألوان عندنا خير بيه من القادة اللي كان لديه سبب كان صعب جدا في غزو العصمائيين لمصر وطبعا خيانة السلطان بتاعه وقنصة الغوري مجموعة من السلاطين والأمر اللي اهتموا أنهم ينشقوا منشآتهم جاء بجوار الألعى الألعى هي مكان الحكم وعشان كده المنتدقة مقتزة معظمها بالأمر واللي عايزين يكونوا قريبين من مكان الحكم بتاعنا اللي هو موجود في الألعى على طول عصرها من عصر الأيوب العصر الخديو اسمه طيب داني في نفس السياق كمان فكرة تدريب سائقي التوك توك وتدريب حتى يمكن الناس اللي عندها الموجودة في هذه المنطقة لتعامل مع السائحين هدريك قلت ان كان فيه تجربة قبلها في المعاز مضبوط طيب ايه الفرق لما لقيت وانده حصل فعلا في شارع المعاز ايه ردود الأفعال او ايه ثمرت هذه التدريبات او التدريبات دي ايه كان ايه اللي حصل كنك تعمل للمواطن اللي عايش في المنطقة وعي أسري باهتمام بأهمية الأسر للأسر القدام والأسر القدام ده مش عيب عليه بالحقس ده هو هيجيب له داخل وهيزود داخله كمان يعني مثلا بتاع التوك توك ده هينقل الناس من أول الشارع لأخر الشارع صعب جدا تكون مثلا تاكسا أو عربية خاصة هيعرف ان يبتقي بها داخل الشارع ده وعن ذلك لا هنستخدم التوك توك ده أسر فالتوك توك ده لما يكون السائب بتاعه عارف معنى الأسر ده عارف امتو هيقدر نتعام مع السياح تاهتم بالسياح اللي يجي انت الوجهة بتاعتنا وبتاعت السياح اللي جاي السياح لو تقابل وتعامل معاملة مش لائقة مش رجع تاني وصلا ولقيت الناس مستعدة حتى نتا تلقى التدريبات دي عشان تتعامل صح طبعا فيه تجاوب لان ده بيدور عليك وهي دي النقطة المهمة اللي احنا كنا يعني بنتكلم فيها حتى انا وشازلي كنو نتناقش فيها انه أكيد الناس كمان قاتني المناطر الاثرية دي طبعا عايزين ان هم زي ما احنا شوفنا شارع المعايز شوفنا هشازلي ناس كتير جيدا طول الوقت بتكتب احنا في شارع المعايز حتى مش بس سائحين مصريين ناس بقيت روح شارع المعايز وعارفة تتعامل كنا بجد كنا من الدايق لما بنروح الفكرة التعامل فعلا كانت بالنسبة لنا كانت صعبة عندنا فيه ادارة للوعي الأسر في الوزارة بتعمل توعية لأهالي المناطق حافظوا على الأسر اللي قدامكم القاءة الكمامة وزي ما هم كانوا متأذيين من القاءة الكمامة اكيد دلوقتي فرحانين احنا دلوقتي فرحانين لان فيه سائح جاي السائح اللي جاي ده جاي يصرف جاي هيخلي وجهة بلدنا اعصر راح لازم طبعا نحافظ على المنطقة اللي احنا موجودة فيها طيب انتو في الوزارة عينيكو راحت للمكان ده امتى ان احنا هنبتدي نشتغل في المكان ده ونطور فيه المكان ده طبعا هم من فترة من بعد انتهاء مشروع شارع المعايز وزور الويور بعد كي فيه استكمال للمنطقة الورية منطقة الورية خلاص احنا خارجين على برة مؤسسة الاخان طبعا هم بيتطوروا وبينشقوا حديقة لازر 2001 بيبدأوا يبصوا فيه اقرب مصار فيه عندنا صور ايوبا ده يزر فيه عندنا مصار قريب جدا لينا اللي هو مصار درب الاحمر فيبدأ يبصوا على المنطقة ديات يقدموا مشاريع تطوير للمنطقة تطوير وترميم للأثار وزارة الأثار طبعا متعاونة مع كل جهات الخارجية والنهاية تساعد وترميم في أثارنا أهلا وسهلا بيكوا بيرمون الأثار ديات فعلا وبنبدأ ترويج بقى للسياحة المنطقة ديات على القرى السياحة طب ايه الأماكن تاني المرشحة انها يتم تطويرها زي بعد المعزة والدرب الاحمر المصار كتير زي ما السيد شريف كان بيكلم فيها بيكلم عن منطقة الخائمية عندنا منطقة كبيرة جدا وهو الامتداد لشارع المعزة لشارع الأعظم عندنا الخائمية والسروجية والحد ما نوصل منطقة ضخمة جدا فيها أثار إسلامية إذا ما عارفين أن القاهرة مليانة أثار إسلامية وده الشارع الأعظم بتاعنا فمؤسس الأخيان في الفترة اللي جاية دي احتمال كدير دخلين على تطوير اللي إن شاء الله أصبت رضوان مع الخائمية والسروجية لكن احنا بالنسبة للدرب الاحمر لسه فضلنا شوية حاجات كده بعض الأثار زي التنبغة المردانية خلصت المحل الأولينية بتاعته المحلات تانية خلاص بتفنش تقريبا وهي طلعنا أثار من أجمل الأثار اللي موجودة في عمارتنا الإسلامية اللي هو التنبغة المرداني في أجمل منبر كان موجود في العمارة الإسلامية بيرجع تاني لرونكو بعد ترميم طبعا على دين أطباء الحضارة مرمي من المجلس الأعلى الأثار الجامع نفسه آية في الجمال كل جزء فيه له حكاية ولقصة حتى الميضة اللي في النص هي منقولة من جامع السلطان حسن اللي موجود تحت القلع نقلتها لجم تحفظه الأثار العربية لما لقيت أنه ما فيش ميضة موجودة في الجامع فلاقيت فيه مبطين اثنين ميضة موجودين في صحة من السلطان حسن فكرة تركيب وحدة مينها ورفيج كل حتة في أثار الإسلامية وورا كل جدار في حكاية قصة طبعا نحن نشكر حضايا جزيلا شكرا أستاذ محمد خليل مفاتش أثار بوزارة السيحة والأثار نشكر حضايا جزيلا كل الشكرة على كل هذه الإضحاء